لمناقشة ملف تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة فيينا المحلل السياسي اليمني توفيق احميدي أهلا ومرحبا بك أستاذ توفيق مرح أهلا وسهلا بكم بجميع مشاهدي قناتكم بداية الرئيس اليمني عبد الربى منصور هادي أعلن تشكيل الحكومة الاتلافية الجديدة وفق اتفاق الرياضة وبمشاركة المجلس الانتقادي الجنوبي لأول مرة بعدة وزارات بعد تعثر دام أكثر من عام ما مآلات تشكيل هذه الحكومة وما هي دلالات التوقيت بهذا الوقت في حقيقة الأمر نحن أولا نبارك تشكيل هذه الحكومة في هذا الظرف إلا أننا نشك كثيرا في إنجاح هذه الحكومة خاصة وأنها جاءت بعدما خاض عصر دام أكثر من سنة كاملة ونجاحها اليوم بدرجة أساسية هو محسوب للمملكة العربية السعودية التي أصبحت في موقف حرق داخل اليمن خاصة وأن هذه الحكومة لم تأتي بصورة كاملة عن تمثيل عادل لكافة الأقالم اليمنية بما فيها الإقليم الغربي لليمن وهي محافظة الحديدة والساحل التهامي وهي من المناطق الحيوية والكبيرة في اليمن والذي تم إهمالها بصورة كبيرة جدا إضافة إلى تراجع كبير في المستوى الديمقراطي من خلال عدم تمثيل النساء بنسبة الثلاث والتي كانت توافقة عليها اليمنيون خلال مؤتمر الحوال بدرجة أساسية والأهم من ذلك والأدهى إلى أن هذه الحكومة جاءت ممثلة من أطراف هي في حقيقتها متمردة وغير ممثلة في الحياة السياسية بمعنى أن هذه الحكومة جاءت تكافئ الأطراف الغير سياسية والغير دستورية بدرجة أساسية وخاصة المجلس الانتقالي الذي أخذ حصة الأساد إضافة إلى ما يسمى بالمكون الحضرم وهو مكون غير معروف حقيقة وبالتالي هذه الحكومة ستضع أمام عراقين أن هذا التناثر الكبير قد يكون عائق أكبر لكن الذي يتخوف منه اليمنيون على أن اليوم الإمارات ربما أصبحت تمارس دورها التخريبي في اليمن تحت لافتة الشرعية بعد أن أصبح محافظ عدن لكن أستاذ أستاذ توفيق هناك مخاوف أكبر من هذه المخاوف وهي اختلاف حزب الإصلاح والمجلس الجنوبي الانتقالي الذان يمثلان قطبي الحكومة الجديدة برأيكم كيف يمكن تبديد المخاوف المتبلورة حول صعوبة إعادة دمج الفصائل المسلحة داخل جسم يماني واحد أستاذ توفيق هناك مخاوف أكبر وهي اختلاف حزب الإصلاح والمجلس الجنوبي الانتقالي الذان يمثلان قطبي الحكومة الجديدة هنا السؤال كيف يمكن توليف دمج الفصائل المسلحة داخل جسم يماني واحد على الرغم من الخلافات بينهما هذا هو تحدي جديد اليوم هناك مجموعة من التحديات عودت الحكومة اليوم إلى عدن وأداء اليمين الدستورية منها هناك تحديات كبرى متعلقة بدمج الفصائل المسلحة اليوم والغير شرعية دولة الإمارات كانت تعلنت عندما خرقت عن 200 ألف مسلح خارج الحكومة هؤلاء يحتاجون اليوم إلى دمج كامل بما فيه مسلحية الساحل الغربي من أجل تعمل الحكومة الشرعية كلها بوتيرة واحدة ونحن هدف أكبر هناك تحدي أكبر متعلق بالجانب الحقوقي المخفيين قسرا والمتهم فيها بدرجة أساسية محسوبين على المجلس الانتقالي وأيضا قواد محسوبين في التحالف العربي إضافة إلى الخدمات ووقف تدهور العملة هذه كلها تحديات كبيرة اليوم اليمنيون ينتظرون ربما خلال شهر أو شهرين هل ستنتظم الرواتب هل سيوقف تدهور العملة كل هذا الأمر إضافة إلى قدرة الحكومة على إحداث نوع من التناغم ووقف الخطاب الغائي أو إذا قاز التعبير الإقصائي الذي كان يمارسه سواء هذا المجلس الانتقالي أو خصماء المجلس الانتقالي في نفس الوقت لكن لا أدري كيف سيتم دمق الشرعية القديدة لهذه الأحزاء طيب من مرة عن تمردها عن الدولة اليوم الأمم المتحدة قامت بالترحيب بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة ما هو دورها في تشكيل هذه الحكومة وإلى أي مدى يمكن أن تدعم أهداف هذه الحكومة وأهمها إنهاء الانقلاب الحثي في اليمن وطبعا بلا شك كان هناك دور واضح خاصة للسفير البريطاني الذي تحرك بصورة مكوقية وإضافة إلى السفير الأمريكي ربما لكن السفير البريطاني كان واضح تحركه والتقاه بأكثر من الفصائل ومحاولة إخراج هذه الحكومة إلى النور كنت معنا عبر سكايب من فيينا شكرا جزيلا لك وانضمامك إلينا